مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مال أستاذ محمد البخاري في فضل فيديو ان شاء الله سيندر معكم الحصة السادسة عوامل حتى التربة بالنسبة للوحدة الثانية وحدة التربة للسول والهدف من هذا الدرس ان شاء الله سيكون هو تبيان العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تدهور التربة أي ما هي العوامل اللي من صنع الطبيعة يعني الله سبحانه وتعالى والعوامل اللي من صنع البشر اللي كأثر البشر عليها كتدهور من التربة وكتولي غير صالحة للزراعة وكتقل الكاليتة ديالها كتقل الخصوبة ديالها صفحي اذا كما تلاحظوا هنا في الصورة عندي هنا يا انجرة في التربة في وادي أم الربع اذا هذا هو وادي أم الربع لاحظوا جذور الأشجار يعني هاد الأشجار مهددة بالاقتلاء وبالتالي ذاك الأشجار كتقتلاء يعني التربة كتفقد التماسك ديالها وكتصبح مهددة بالتدهور اذا ألاحظ خلال نزهة بجوار وادي لاحظت فاطمة بروزة جذور بعض الأشجار إلى السطح في بعض المناطق بجانب الوادي اذا فحد النزهة كانت بجوار الوادي فاطمة لاحظت هذا الجذور ديال الأشجار اذا لاحظت بأنه جذور كيبانه فبيّنت لها أمها أن السبب في ذلك هو تدهور التربة وقالت لها امها بأنه السبب اللي خلى هاد الجذور يبانه وهو تدهور التربة اذا بالانطلاق من الوضعية وكذلك من الصورة ما هو في نظركم سؤال تقصي اذا كما عودتكم غد نكتبوا سؤال تقصي هنا فرقة مستقلة اذا سؤال تقصي غد يكون من طبيعة الحال متعلق بالعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تدهور التربة وبالتالي غد نكتبوا ما هي ما هي العوامل البشرية البشرية والطبيعية المؤثرة في تدهور التربة ففي تدهور التربة يعني العوامل البشرية لمن صنع البشر أو من صنع الطبيعة لكتأثرنا على التربة اذا ندروا الافتراضات اذا افترض أن البشر هو الذي يؤثر سلبا على التربة مثلا افتراض تاني افترض أن التربة تتأثر بعوامل طبيعية عديدة كالرياح والفيضانات مثلا الفيضانات مثلا هذه الافتراضات قد تكون صحيحة و قد تكون خاطئة من طبيعة الحال ندوزو نتحقق من هذه الفراضيات بدراسات انشيطة اتحقق نتابو معي اتحقق اتحقق جو بيريفي اذا نحن عندي مجمو عامل الانشيطة البرميار كسون جو بسير فوتو و جو كمبلت لفراز بالمو سويفون ليروسيون فاكتور لا ديغراد إذا تتعلاف الانشيطة تب aldيت فاكتور приflu الشيطة فيائنة فاكتور الفيديو دمية فاكتور فاكتور اتحقق الفيديو فاكتور 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 تانتظن أنفزنا تأتيف 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 هذا النم 4 ييانا هذه قليلا لنتهي فانا ونحن نتعرف الدوائر وإننا ان نحدد العوامل المسببة للحطة التوربة في كل صورة بكتابة رقمها في الدائرة المناسبة وأصل بخطين كل عاملين بالصنف الذي ينتمي إليه إذن جنسي أن نقول هذا العوامل المسببة للحطة التوربة في كل صورة من رقم 1، من رقم 2، من رقم 3، من رقم 4 نحط الارقام هنا في هذه الدائرة سوف نحدد وشهو مع أوامل طبيعية يعني من صنع الطبيعة والله سبحانه وتعالى أو هي عوامل بشرية من صنع البشر نبدأ إذن هنا أثر المياه الجارية على التربة زوبعة رملية بمنطقة سحراوية إطلاف الغابة استغلال مفرد للغطاء النباتي كما تلاحظون من طبيعة الحال هنا الرياح في زوبعة رملية بمنطقة سحراوية إذن رقم 2 قطع الأشجار إطلاف الغابة ثلاثة الرعي الجائر هو استغلال مفرد للغطاء النباتي أربعة الأمطار والمياه الجارية هي أثار المياه الجارية على التربة رقم واحد لبقى الربط هذه العوامل عن حدها الرياح قطع الأشجار عامل بشري الرعي الجائر عامل بشري أيضا المياه والأمطار الجارية عوامل طبيعي ندزل ثالثا أبين تأثير عوامل الحت على التربة بنقل حرف العبارة المناسبة إلى خناة كل صور إذن تأثير العوامل جلحة ألف تعريت التربة ونقل حبيباتها ماذا أولا ماذا أولا ماذا الصورة الأولى ماذا الصورة الثانية ماذا الصورة الثالثة ماذا الرياح وبالتالي ألف هنا نقص تماسك التربة ونخفاض جودتها ماذا يجعل التربة متماسكة والجودة تكون مزيانة هم الأشجار وبالتالي التماسك التربة يمشي مع إتلاف الغابة وبالتالي هنا باء جيم القضاء على الغيطاء النباتي وتدهور التربة ماذا يقضينا على الغيطاء النباتي هو الاستغلال المفرد يعني الرأي الجائر وبالتالي جيم هنا في الصورة الرابعة دال تفكيك التربة وجرفها ذلك يفكيك التربة وجرفها هي المياه الجارية الفيضانات والأمطار إذن أنا عندي دال طبعا ندوزول أستخلص ونكتبها معكم هنا الملخص الذي نوصله له إذن أستخلص نكتبوه هنا تاليتان أستخلص إذن الملخص هو كالتالي تخضع تخضع التربة إذن التربة تخضع على الكثير العوامل العوامل حتى متعددة منها عوامل طبيعية طبيعية كالأمطار بحل الأمطار كالأمطار والمياه الجارية والرياح وعوامل بشرية وعوامل بشرية كقطع كقطع الأشجار والرأي الجائر وعوامل البشرية والطبيعية تؤدي هذه العوامل إذن هذه العوامل التي ذكرناها تؤدي إلى تفكك التربة تفكك التربة وإقتلاع مكوناتها وتدهورها وكذلك نقصنا الجودة ونقص جودتها تفكير نظر أيضا نقصنا الجودة ونقصنا تطبيق ونقصنا هنا تبدأ ونقصنا الجودة تجد على الأنشيطة ونرى العوامل ، هناك الفن ، الرياح ، الإنساندى ، الحرائب ، المياه الجارية ، والدبوزمان ، القطع الأشجر ، مزيد كما تظهر في هذه الصورة ، هذه الصورة الفقانية هنا وبالتالي ، الفاكتور الرهبان هو المياه الجارية مياه الجارية يجعل كل ذلك التي تجضب الكثير من التوربج تغير عن التوربج الكثير من ذ35 جعال تعقبل السفر الخطع للعوامل على التورب Meضي ايضاً أعجابي ايضاً ثانيا اكتبوا صحيح او خطأ الرياح ليس لها اي تأثير على التربة خطأ التربة تتأثر بالرياح لانه تتعرض التربة والحب يبدلها تتنقل التربة بدون غطاء النباتي تتعرض للحد لانه الغطاء النباتي ضروري لكي تكون تربة متماسكة الثاني تتعرض للمساقية لا 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 البلوي المطار الرأي الجائر الجفاف قطع الأشجار البورد السول حرط التربة لا يؤدي إلى التصح وبهذا سنكمل اليوم سوف نكمل فيديو صفحة 20 من كتاب المتعلم والمتعلمة من هذه النصات العلمية مستوى الخامس ابتدائي كان معكم الأستاذ محمد المخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته